بين أراضي فلاحية مستغلة وغير مستغلة أو موقوفة للنظر لأسباب عديدة ومتنوعة تقف الفلاحة الجزائرية أمام تحديات كبيرة تعيق إقلاعها الحقيقي وتعطل تحقيق ثورتها الفلاحية فما هي الحلول؟ الفلاحين اللي يراهم اليوم في الأراضي وما عندهم مش قدرة باش يستثمروا المفروض أن الدولة دعمهم الولوج بالنسبة لبعض الفئات من المستثمرين الكبار إلى الأراضي والأراضي ماشي دايما في الصحر والأراضي في الشامل كذلك ما لازم الدولة تدير تعاود صحر المنظومة القانونية باش تسمح إعادة توزيع الأراضي الفلاحية بطريقة عقلانية بطريقة منظمة وشفافة للفلاحين اللي عندهم القدرة أن يستغلوهم بطريقة أنجع الموريد المائي بنوعه السطحي والجوفي هم عامل يحتاج الجهاز التنفيذي إلى ضبطه بصفة دائمة لإقامة اقتصاد أخضر متكامل بنوعيه الشمالي والجنوبية نظرا لنقص المياه في السودود ولتوزيع المياه ثانية للصالحة للشرب لأصبحنا نهتم أكثر بالمياه الصالحة للشرب أكثر من المياه اللي لازم نستعملها في الزراعة باش على الأقل كما قلوحنا نوصل للأمن الغذائي الفلاحة هي اللي في الخطر أما الحلقة الأهم فالفلاح بالتوجه التدريجي نحو إشراك خارجي كليات الزراعة من مهندسين ومتخصصين وتمكينهم من إقامة استثمارات فلاحية عصرية جميع السياسات التي جاءت من بعد الاستقلال لإعادة التهيئة وإعادة الاعتبار للمهندة الفلاح لم تنجح لأن العنصر البشري لم يكن في القلب وفي الصامم يكون الفلاح إطار ويكون له شهادات وكفاءات وكذلك يكون مناجر يكون مسير كمسير فريق جمع كل هذه العناصر الثلاث حسب الخبراء هو الطريق الصحيح والوحيد الذي عجل من إقامة فلاحة عصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى وذلك لن يتم دون حل كل المشاكل دفعة واحدة